أهلا بالجمهور الكريم كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية عند بحث لحل معضلة احتمالية خلط أسماء بعض الشخصيات الكتابية في القرآن كاسم مريم أم المسيح ومريم بنت عمرام أخت موسى وهارون ورأينا محاولة الأستاذ جيوم دي وفرضية قلب أو استبدال أسماء من يوك يواكيم بين قوسين والد السيدة مريم أم المسيح إلى عمران وهو في الأصل العبري عمرام أبو موسى وهارون ومريم ثم أبدل هارون بيحيى بن زكريا أي يحن المعمدان ثم موسى بالمسيح عيسى بن مريم وأخيرا مريم أخت موسى وهارون بمريم أم المسيح لكن هذا الطرح كما قلت في الحلقة الماضية لا يقف حسب مجموعة من الباحثين على أرضية صلبة أما فيما يخص التأثير السورياني على النص القرآني فقد قدم لنا الأنتروبولوج الألماني جوزيف هنينجر حلا مناسبا يفيد أن بعض آباء الكنائس السوريانية كانوا يقدمون في وعداتهم مقارنات بين المريميتين وعلى رأسهم الراهب السورياني أفراهات في بداية القرن الرابع الميلادي والأسقف غريغوريوس النيسي في نهاية هذا القرن يعني القرن الرابع الميلادي وهذه المقارنة لإثبات مسألة نبوات العهد القديم حول المصية التي تكتمل في شخصية المسيح يسوع بحسب الفكر المسيحي فكما هو معلوم فالسيدة مريم أم المسيح قديسة بحسب هذه العقيدة أي العقيدة المسيحية وكذلك الإسلامية لعبت دوراً أساسياً في خدمة وتربية السيد المسيح كما لعبت مريم أخت موسى دوراً لا يقل أهمية في حياة موسى وخروج شعب بني إسرائيل من مصر إلى أرض الموعد لكن كل هذا لا يوفي بإزالة بإزالة هذا الخلط أقرب الأطروحات لحل هذه الإشكالية حسب رأيي هي التي قدمت في قضية هوية مريم أم المسيح عند الأستاذ الجامعي سليمان مراد في مقال له بعنوان مريم في القرآن إعادة تقديمها فقد وفق بين الجدلية الإسلامية التي وصلت دروتها في القرون الوسطى والكتب الرسمية كإنجيل لوقا وشبه رسمية ككتاب ديا تاسرون وكتب منحولة ككتب الأبوكريفة فلتحديد هوية أو هوية مريم أم المسيح قدمنا لأستاذ سليمان أولا إطلالة على الموروط الإسلامي في هذا الموضوع معتمدا على آيات الآيات الرئيسية وهي العمران 35-36 مريم 28 التحريم 12 ثم قدم لنا تفسيرات أو تفسير الطبري ومعرفة فقهاء الإسلام بشجرة نسب مريم أم المسيح ويوسف النجار بحسب الأناجيل الرسمية ومن أهم النقط التي تطرق لها الأستاذ سليمان مسألة بنوة فعندما يقول النص القرآني في سورة مريم الآية 28 يا أخت هارون ليس معناها أخته مباشرة فلفظ ابن أو ابنة في المصادر المسيحية القانونية لا يعني دائما الطفل مباشرة ففي إنجيل متى الإصحاح الأول العدد الأول على سبيل المثال يقول كتاب ميلادي يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم فالمسيح ليس ابن داود مباشرة أو داود ليس ابن إبراهيم مباشرة بل معناه من نسله وكذلك القرآن عندما يخاطب اليهود بعبارة بني إسرائيل في عدة آيات وهناك ملاحظة أخرى في القرآن عندما يقول في سورة الأعراف الآية 73 وإلى ثمود أخاهم صالحا وهنا إشارة إلى قرابة العشيرة وليس الأخوة مباشرة وهذا في ما يناهي الثمانية وعشرين آية وكذلك إلى الرابط الديني كما جاء في سورة العمران الآية 103 فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا كذلك إشارة لعلاقة السلف كما جاء في الأعراف الآية 38 كلما دخلت أمة لعنت أختها وعالج الأستاذ سليمان هوية مريم أم المسيح من خلال النص القرآن كله ولم يعتمد على آية أو بعض الآيات وإنما تحدث عن البشارة وملادة يسوع المسيح بين قوسين عيسى بن مريم في القرآن من آل عمران الآية 45 إلى 49 المستمدة من إنجيل يعقوب التمهيدي وهو من الكتب الأبوكريفة كما سبق وأن أشرنا في الحلقة الماضية وفي بداية سورة مريم جاءت البشارة بيحنى لسكرية تماما كما جاءت في بداية إنجيل لوقا ثم يعقبها البشارة بولادة المسيح في سورة مريم آية 16 إلى آية 21 موازية لمقطع في إنجيل لوقا كذلك الإصحاح الأول العدد 26 إلى 37 وهي موازية كذلك لما جاء في الإنجيل الرباعي بياتاسرون لطيتيانوس في سنة 170 ميلادية ثم قصة النخلة في سورة مريم الآيات 22 إلى 26 الموجودة في إنجيل منحول لمتة ويتختلف في بعض التفاصيل ففي القرآن هذه النخلة كان عند فترة المخاض لكن في إنجيل متى المنحول فكان عند هروب عائلة مريم إلى مصر حيث كان المسيح قد ولد وهذا الاختلاف ناتج عن قصة أخرى من الميطولوجية الإغريقية عندما خاض ولادة الإله أبولو من الإله ليتو في مكان منعزل بجبل ديلوس تحت نخلة على منبع ضفاف نهر إنوبوس عندما هربت خوفا من الإله هيرا زوجة الإله زيوس لأن الإله ليتو حملت منه حيث كانت هذه الخرافة دائعة صيد في العالم اليوناني والروماني تكررت في الأدب الكلاسيكي وبذلك تكون قصة ليتو ولادة أبولو تشهد على وجود خرافة خرافة هز النخلة الميتة تزود مريم بالماء والثمر عند ولادة المسيح كمعجزة من جماعة نجران المسيحية في غرب شبه الجزيرة العربية التي كانت تعبد شجرة النخيل قبل اهتدائها إلى المسيحية وذلك بحسب ابن إسحاق والطبري يضيف يضيف الأستاذ سليمان بالقول إذا كان هذا هو الحال فتكييف أسطورة ليتو لتلائم مريم هيئ لهم الاحتفاظ بجزء من معتقدهم السابق تحت قناع مسيحي ثم ينتقل إلى مسألة هروب مريم ويسوع كما جاء في إنجيل متى الإصحاح الأول العدد 13 إلى 18 ويقارنه بالآية 50 من صورة المؤمنون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين فالآية لا تحدد موقع الربوة وهناك قلة من فقهاء الإسلام من ربطوا موقع الربوة بهروب عائلة مريم لأرض مصر كالطبري والمقريز لكن الأغلبية جعلوا موقع الربوة في بلاد الشام وقد رأينا في إحدى الحلقات لهذا البرنامج بحسب علم الفلولوجية أن أستاذ الدكتور كريستوف ليكسنبيرغ ربط موقع الربوة بالجنة وصعود جثمان السيدة مريم للفردوس مع ابنها يسوع المسيح إذن كل من ليكسنبيرغ والأستاذ سليمان يرى فرضيتها منطقية بحسب اختصاصه وفي خاتمة المقال الأستاذ سليمان مراد قدم لنا خلفية قصة مريم أم المسيح في القرآن بأنها بنت عمران وأخت هارون قصد به إبراز إرثها التوراثي التي أخذت من مصادر مختلفة كإنجيل لوقا والإنجيل الرباعي دياتاسرون وكتب منحولة كإنجيل يعقوب التمهيدي وإنجيل متى المنحول وبذلك يكون النص القرآني في قصة مريم أم المسيح يعكس البيئة التي ظهر فيها النص القرآني وهو يخاطب جماعة مسيحية تستخدم هذه الكتب المذكورة إلى زمن ظهور القرآن نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في حلقة مخبيرة